بالبداية هل مقولة خير جليس في الزمان كتاب لازالت قائمة برأيك بعصرنا هذا أو أنه صار في قصص وأشياء تانية ووسائل أخرى صارت هي خير جليس للإنسان نعم والله ما باقي هذا المقولة لأن وراء الانتفاضة الجليس والزمان والكتاب تدريجيا ما باقي وهس التكنولوجيا والسوسيال ميديا حلل المكانة يعني الآن الكتب صار شيء غير مهم بالنسبة للفرد الكردي صراحة نعم يعني شو هي الأسباب حكي لنا أكثر الأسباب عدة أسباب عدة أسباب وراء 2014 الأزمة اللي صار بالكردستان خصوصا وراء ما أجد داعش والأزمة المالية والاقتصادية اللي يمر به كردستان حد الآن نعم له تأثير سلبي صراحة نعم لأن التكنولوجيا والميديا هم أجد وراها بالسرعة وإحنا هزمناها بالسرعة بس ما استفيدنا من هذه الاستفادات اللي إحنا لازم نستفيد منها نعم نحن مشغولين بالميديا لغير شيء يعني أشياء غير مهمة نعم طيب سيد سرباز يعني حاليا معظم كتب العالم الموجودة بالعالم موجودة كلها ومتوفرة على شبكات الانترنت برأيك هذا الموضوع مو المفروض يسهل على القارئ ويقرأ أكثر؟ أكيد هذا شيء يسهل بس إذا أجب لكم مثال طبعا إذا نعبر كردستان نعم أوروبا القارئ عندما يسافر منطقة لمنطقة داخل القطار بإذها كتاب يقرأ نعم وهو طبعا مشغول وماك إلى وقت يعني بس يقرأ كتاب يعني الورق بعدها له أهمية وما هي نعم نعم نحن بكردستان صراحة الكتب نعم قراءة الكتب والقارئ بعيدين عن بعض نعم وإيضا نحن حجيناها قبل الأسباب عديدة يعني الأزمة اللي مور بكردستان أزمة سياسية غير طبيعية نعم وأزمة مالية غير طبيعية ومو بس القراءة الكتب طبعا أكون مثلهم إحنا قاعداتنا والعلاقات الاجتماعية اللي إحنا العراقيين مشهورين بما بقى مهدم طيب أكو هوايا كتاب بكردستان حازوا على جوائز شلون يعني برأيك ليش حازوا على الجوائز وهو قلة من الناس يقرون الكتب الكتاب اللي حازوا على الجائزة ما لا علاقة بالقراءة أصل الكتاب كتاب مهم والمؤلف والكاتب مشهورين على هذا الأثاث حازنا على الجائزة وصراحة التكنولوجيا إحنا ما استفيدنا للنشر الكتب والقراءة وإحنا بكردستان حكومة وزارة الثقافة لحد الآن لم نتمكن من وصول الكتب اللي موجودة بالمكتبات العامة إلى النية حسب سيستم نيتوركينج لحد الآن باقي هذه الكتب اللي عم تحكي عنها هون ودور الطباعة والمكتبات هل يوجد عليها دور رقابي أم أنه لا في حرية مطلقة والعرض والطلب هو الحاكم بهذا الأمر؟ لا موجود حرية مطلقة إحنا عدنا قانون قانون الطبع والنشر عدى الكتب اللي يمس الأمن الوطني والفكرة الداعشية باقي الكتب لا مسموح وليس له أي رقابة من قبلنا نعم مكتبات عربية تتغلهم بكردستان وخاصة بالعاصمة أربيل هل ترى بس هل يوجد مكتبات كردية تعمل بباقي المحافظات العراقية يعني وخاصة بالعاصمة بغداد؟ كلا لا توقع وجود مكتبات كردية في أي مدن عراقية وجود مكتبات عربية داخل أربيل وباقي المحافظات في كردستان قليلة ورغم هذا وجود المكتبات العربية بأربيل مهم جدا لأن موجود داخل أربيل وباقي المحافظات في كردستان عديد من أخواننا العرب نعم وإحنا غير هذا الدراسة في الجامعات العراقية وخصوصا في كردستان أغلبية المناهج والمصادر العربية وإحنا محتاجين للكتب والمصادر العربية بحيث نعم بس يعني هلأ هون مثل ما نقم تحكي حضرتك أنه في مناهج عربية عم تعرف بالثقافة العربية صحيح في المكتبات خاصة يعني شو اللي منها عم تقول ما في أنه باقي المدن العراقية مكتبات تعرف بالتاريخ الكردي والثقافة الكردية شو هي الأسباب برأيك شو المانع الأسباب مثل ما حتشيت وجود مكتبات بأي محافظة عراقية عالطلبيات إذا يوجد مكتبة كردية مصادر كردية بمكتبة بغداد وماكو ولا يوجد قارئ كردي وهذا بالأخير هذا بيسنس هذا بيسنس إذا أي صاحب محل يفتح مكتبة والكتاب ما يصرف يعني يمكن بس يملأ البوفية مع له طيب وهذا عرض وطلب بس سيد سرباز ممكن توضح لنا منه السبب بعدم نشر الثقافة الكردية يعني الكرد يعرفون تاريخ العرب بس العرب قلة قليلة تعرف شيء ممكن بسيط عن ثقافة تاريخ الكرد منهم المتسببة بهذا الشيء الأسباب عديدة مثل ما أول ما حتشينا قلت نعم كان قبل سقوط النظام النظام ما كان يسمح الكرد أن يكتب بحريته وينشب بحريته إلا حسب ما يتوجه من أجهات المختصة للبحثيين طيب وراء هذا إحنا ككورد مثل ما يقول لحدشي باللغة العربية أكثر أهمية إلا بس هناك بالبغداد والمدن الأخرى لا عدة اختلاطهم مع إقليم كردستان ماذا يفتهمون الكردي ولا يحجون بالكردي بس إحنا لا كان دراستنا قبل سقوط النظام بالعربي وورما سقوط النظام وإجاء الداعش هجرة الإخواننا عرب إلى كردستان نحن لا نحكي فقط عن اللغة نحن نحكي على ثقافة يعني إذا أقصد الثقافة نفسها ليش ما من تشرع منه السبب يعني أنت مثلا ذكرت أنه بزمن النظام السابق يعني ما كانوا يسمحون للكرد طيب من بعد سقوط النظام لحد الآن من بعد إحنا الثقافات نهم غير طبيعي هسا لحنا القارئ والكاتب ورماجة الأزمة المالية والسياسية بعدت عن الكتابة والقراءة نعم يعني أستاذ أنا برأيي يمكن مختلف أنا برأيي أن السياسة أو الأنظمة ما دخل بثقافة الشعب يعني هلأ مثلا هون منشوف كتير فيه سرعة بترجمة من اللغة العربية إلى الكردية صحيح بس ليش ما عمشوف هون الكتاب أو الأشخاص هن المثقفين أنه هن عم بترجموا كتب وحتى يعرفوا العالم بثقافة الشعب الكردي عفوا وتاريخه ويحكوا عنه عن حضاراته وتاريخه صراحة إذا نحشي الثقافة العربية نعم إحنا ما لنا دخل يعني هذا بس الثقافة الكردية عم نحكي خاص نص عن تاريخ الشعب الكردي إنه يترجم للعربي مشان يصير العالم تعرف منهن الشعب الكردي شو تاريخه شو ثقافته لا ترجمة الثقافة الكردية وموجود عدة كتب ترجم للكردي العربية والفرنسية والإنجليزية بس قليل جدا وهذا بس يعني ما نمى مستوى الطموح يمكن قليلة كلا لستوا من المستوى المطلوب لمين برأيك السبب المقصر يعني هون ما الحق على الكتاب نحن نحن الوزارة الثقافة الحكومة والكتابين والأزمة المالية الموجودة يعني ترجمة أي كتاب إلى أي لغة يحتاج ميزانية المترجم والطبع والنشر ونحن وراء 2015 بأزمة مالية نعم ما كان يمكن النشر هسا أريد أقول شي صار أسبوع حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء التي ترجمت خمسين كتب سنويا إلى اللغات مختلفة الإنجليزي والعربي والفارسي المختلفة طيب برأيك شلون ممكن أن نخاطب الناس اللي ما يفهمون اللغة الكردية يعني وإحنا هنا بكردستان لغة كردية خالصة يعني ثقافة كردية خالصة فشلون نخاطبهم ممكن والله هذا ثقافة عامة يعني خصوصا ثقافة عامة أي واحد أي شخص أي فرد يعني يجب أن يتوصل إلى هذا الكفاءة نعم صراحة وأكو وسائل عديدة بالنيت بالكتب اللي ترجم وسائل تعريف اللغات موجود يعني إذا أي واحد شوية يعني يحاول سهلة نعم نريد منك تشوف هذا البوست الموجود على الشاشة قدامك وريد نعرف تعليقك لأن فعلا هو مأساة بس مع الأسف صاير حقيقة ليش الثقافة وصلت لهذا المستوى الضحل ممكن تشوفه صحيح قبل أن أجيكم شفت هذا البوست نعم هو انتشر على كل مواقع السوشال ميديا والله أنا ما أعتقد مثل هيج يعني هذا يمكن غير طبيعي وغير حقيقي إذا هذا نفس هذا حصل هذا كارثة صحيح كارثة فعلا نوع مأساة 16 كتب مقابل آلاف نعم من اللفات وجبس هذا كارثة بس أنا برأيي هذا غير حقيقي نحن شفنا بالمعرض مالاستيمانية كان مزدحم وأيام المعرض كان الناس موجود بالمعرض لأن هذا أنا أعتقد هذا غير صحيح نعم يعني برأيك طيب لشو بترجع الأسباب هلأ الناس يعني بمجتمعاتنا مهتمة مثل ما شفنا يعني خلينا نقول بالغذاء الهضمي لش بتعدوا عن الغذاء الفكري والثقافي والروحي يعني وعن القراءة والمطالع وتسقيف الزات شو هي الأسباب طبعا المجتمع العراقي ومجتمع العربي مهتم بالبطن هذا الشيء ما لا نقاش الاتمام بالذاكرة وبالثقافة الذهنية طبعا شيء مهم وموجود بالدنيا بكل العالم وإحنا ما نريد نقول لا ما موجود لا موجود بس قلة يعني هذا الأيام نحن نشوف الفرد الكردي الفرد العراقي أدي ما يهتم بالبطن ما يهتم بالقراءة والثقافة العامة والعلاقات والتواصل الاجتماعي هذا شيء موجود وماكو أي بحث أو معالج لحد الآن لهذه الأزمة سيد سرباز المكتبات كعدد وحتى كنوعية أعتقد موجودة وبكثرة وحتى الكتب صارت تنطبع بطريقة أجمل وبطريقة مطورة أكثر هل هذا الشيء يدل على أنه سوق الكتاب ما زال موجود وما مندثر سوق الكتاب موجود نعم سوق الكتاب والمكتبات سواء كانت مكتبات عامة تابعة للحكومة في قولستان أو المكتبات أهلية موجودة والكتب موجودة والطبع لحد الآن بمستوى لحد الآن بالمستوى بس الأزمة موجود كتب بالمكتبات وبالرفعات الأزمة بالقراءة اابتعاد القارب موجودة المكتبات بس موجودة كراء هذا صحيح المستلزمات المكتبية الكتب موجود بس القارئ لحد الآن غائب نعم يعني هلأ هي موجودة المكتبات مثل ما معروف أنه المكتبات هي بتعكد ثقافة الشعوب صحيح هون بكردستان هي موجودة عم تقول مكتبات فقط بس هلأ ذالت دورة قائمة في توعيد وتثقيف الناس أو برأيك أنه دورة تقلص يعني يعني تدري إحنا كمديرية العامة لمكتبات العامة لدينا 92 مكتبة عامة في عموم كردستان والكتب موجود بس صراحة إحنا هم ما شعن نقدر هذا رقم جدا كبير يعني إحنا عدنا 92 مكتبة عامة وما نقدر نفتح مكتبات أخرى لأنه عدنا مشاكل إدارية ومالية صراحة إدارة المكتبات شوي صعب وهس الحكومة دي قليم كردستان يمر بالأزمة ما بيهم العدد بقدر أن يكون عم تعمل فعلا بالواقع هل لا دور يعني بتوعية الناس بتثقيفهم أنا أقول لك التوعية والتثقيب من خلال مكتباتنا محتاج توفير مستلزمات مثل شو؟ مثلا إحنا من 2014 ولا مشتري كتب الميزانية لشراء الكتب ما موجود وحتى تتوقع السلفة اللي كان موجود قبل أصدك على المكتبات العامة المكتبات العامة أكيد السلفة اللي موجود كان قبل 2015 ما باقي تدري كل مكتبة عامة عدد المكتبات الموجودة بداخل المحافظات تحصل على عشرين خمسة وعشرين ثلاثين ألف شهريا نعم هذا المبلغ البسيط ما يقدر يدير إدارة المكتبة وله نشاطات هذا إحنا نعاني من أزمة ثلاثين ألف كيف يعني استاذ ثلاثين ألف عادي هذا ثلاثين ألف شهريا ينطل دينار دينار نعم هذا تتوقعين ثلاثين ألف عشرين ألف يدير إدارة المكتبة بالناحية القرية بالقضاء هذا إحنا نعاني من أزمة مالية صحيح عميقة صراحة نعم طيب يعني معارض الكتب اللي تصير سنويا بأقليم كردستان وحتى بأربيل هنا مثلا معارض أربيل الدولي للكتاب يعني هذا الشيء ما يساهم بتنشيط يعني التجارة تجارة الكتب أكيد يساهم أكيد يساهم هذا أصلا بزنس فتح المعارض من الأساس هذا تجارة نعم يساهم وموجود سنويا أربيل مسليمانية بس مو قضية إحنا قضية مو قضية مساهمة أو الشراء أو التجارة نعم تقليل مثلا إحنا بعيدين عن بعض إحنا والكتب إحنا كفرد كلنا ماذا نعمل ننقرب من بعض نعم هذا يعني يحتاج دراسة ويحتاج كونفرانسات يحتاج قانون يصدر من برلمان حتى يشجع الناس للجوء إلى القراءة لأن صراحة نحن ابتعدنا عن بعض وهذا يحتاج إلى مثلا ووركشوب يقوم بالحكومة يقوم باللسان ويسهل الأمور للقارئين صحيح أكيد هاي الكتب اللي عم نحكي عنا أستاذ يعني حكي لنا عن أسعار الكتب هل هي غالية؟ كلا أسعار الكتب غير غالية وإذا أي واحد مننا أي فرد يقرأ شهريا كتاب مثلا يمكن يحتاج أربع تالاب دينار نعم كل شهر بس يقرأ كتاب يمكن يحتاج أربع تالاب دينار نعم هذا غير غالي نعم لا هذا هذا مو النقطة اللي إحنا نعم بإمكان أي فرد أنه يشتري الكتاب مع تقصير الرائل لعددهم قليل اللي ذكرتهم حضرتك شو هو أكتر كتب أو ثقافتهم اللي بيطلبوها أنه بالمكتبات هل هي كتب الأبحاث أما الروايات أما الشعر يعني شو بتحس القارئ بكردستان بيحب أنه يقرأ هذا مختلف مختلف النواهي السياسية والثقافية والأدبية والعلمية المقصد أنه بالمكتبات في كتب 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 عليها طلب أكتر من غيره هذا هم مختلف نعم حسب الحاجة نعم عدنا كتب السياسية نعم كل أدبية هذا من أوليات الاهتمامات طيب سيد سرباز نحن متفقين أنه أكو عزوف عن القراءة الورقية شنو الإعلام ممكن يقدم حتى يساعد بعودة القراءة للكتب المطبوعة طيب دور الإعلام مهم جدا دور الإعلام بمختلف الوسائل مهم جدا والدور نحن كفردها مهم نعم والدور الحكومة مهم جدا نعم دور الحكومة الحكومة يجب أن يتدخل بهذا الموضوع صح ويسهل مثلا نحن عدنا مشروع مكتبة سليمانية واحد نعم مستثمر يجد له مشروع عن قراءة نعم شهري كرش ثلاث تشهر نستدعي مثلا ميت شعب ميت شعب نعم قبل المشروع رح يقدر عشرة من هذا المية تقديرا ماليا يعني قليلا صحيح وهذا التشجيع قصدكي كافؤهم يعني أكيد حتى يشجع هذا التشجيع والمشروع مستمر وهس نحن عدنا هذا المشروع بأربيل مع منظمة غير حكومية نعم إن شاء الله يعني رح نبدل المشروع يمكن خلال الشهر الجاي هذا بالنسبة لنا كمشروع نعم يعني مشروع جميل أكيد إن شاء الله نحن نتمنى أن نشوف الضوء طريبا بالعالم المتطور ما يحتاج لهذا التشجيع لأنهم يفهمون يعني أهمية القراءة أهمية الثقافة بس كردستان صراحة هذا للأسف ما له أهمية حسا والحكومة لازم يتدخل ورح إحنا بإذن مشروع نزهل البرلمان على موت هذا شلون نعمل على تكتر هذا المشروع نعم سيد سرداز تاريخ الكرد ثقافتهم وأدبهم وملاحمهم انكتبت منذ مئات السنين يعني بس العرب وغير العرب ما يعرفوها شنو ممكن شنو الخطوات اللي ممكن نسويها حتى نعرف العرب وغير دول أيضا على ثقافة الكرد مثل ما احجينا قبل موجود كتب عن ثقافة وتاريخ الكرد بس قليل والآن هذا المشروع اللي موجود بالوزارة حصلنا على موافقة على ترجمة خمسين كتب سنويا من كتب كردية للغات المختلفة نعم ان شاء الله هذا سنة 2022 رح نبدأ بهذا المشروع ورح يترجم الكتب اللي نقرر يترجم للغات المختلفة خصوصا العربي الإنجليزي وللغات مختلفة هذا موجود حلو هذا الشيء ان شاء الله ونحن بنأمل هذا الشيء خلينا نحكي شوي انه عن زمن جائحة كورونا برأيك ما كان في وقت عند الناس يعني ما كان وقت مناسب خصوصا وقت الانجبر وانه يبقوا بالبيت وقت الحجر الصحي انه يرجعوا للقراءة والمطالعة مثل ما بيقولوا يعني انه الكتاب يأخذني إلى أبعد مكان عندما أكون مضطر أن أبقى في مكاني فهي كانت فرصة مناسبة انه يرجعوا ويعيدوا ثقافتهم وقراءتهم أكيد هذا صحيح احنا طبعا صراحة شفنا فتشاب كتب في زمن كورونا سبع كتب مختلفة نعم شاب كتب وطبع سبع كتب أيام الكورونا هذا السنتين اللي موجود كورونا وشار فرصة للكل نعم لأننا موجودين داخل بيوتنا وماكو غير هذا الفرصة بس صراحة للأسف ما أتوقع هذا استغلال هذا الفرصة نعم هلا بعيدا عن التكنولوجيا مثل ما ذكرتنا شوي أنه الوسائل السوشال ميديا والتكنولوجيا أخذت الناس برأيك كمان ما فينا نحط شوي لوم على الأسرة أنه هي مثلا ما عم تحفز أطفالها أنه يقرأوا يتسقفوا بالكتب أنه يضلوا على السوشال ميديا وهيك ما لازم أن الأسرة تهتم بثقافة الأجيال وتعرفهم بتاريخهم طبعا إذا رب الأسرة ما يقرأ يمكن الأولادهم ما يقرؤون نعم بعيدا عن هذا ما يقرأ خلين نحكي عن الأب الأسرة المثقف يعني هذا أكيد هذا يجب يعني إحنا نهتم بالأسرة أول شيء إحنا أتوقع إذا نهتم بالمكتبات المدرسية هذا أهم شيء نعم يعني إحنا كردستان غير مهتمين بالمكتبات الموجودة بالمدارس نعم يعني الطلاب من الإبتدائية لحد إكمال الإعدادية ويطلع على الجامعات إذا نهتم بهذا الجيل كافي لنا صحيح سرباز طبعا نشكر تواجدك ويانا اليوم وإذا عندك كلمة أخيرة تحب تقولها تفضل شكرا بس أريد أبارك الكتاب والمؤلفين في كردستان احنا اتفقنا مع الوكالة الدولية للأرقام الدولية ISBN اصدار رقم إداع دولي مشهور بISBN نعم اتفقنا معهم على عرض الكتب الكردية وحصول على رقم إداع دولي ISBN نعم وعرضها على الجوجل هذا رقم دولي حد الآن ماكو بكردستان هذا الرقم نعم احنا كوزارة الثقافة كمديرية عام لمكتبات العامة اتفقنا وحصلنا على موافقة كل كتب كردية اللي يصدر بكردستان واللي موجوده بكردستان هم هنا يمكن أن نعطي رقم إداع دولي خطوة جميلة كل شيء هذا الكتب يتمكن أن يعرضه في المعارض الدولية قانونيا لحد الآن الكتب الكردية اللي ما فيه رقم دولي ما يمكن أن يعرض في المعارض الدولية هذا اتفاق جديد الأسبوع الماضي اتفقنا وكما أقول سيادة الرئيس رئيس رحابة الصدر ومحتاجين لهذا القرار ليشتري الكتب للمكتبات العامة مثل ما قلت قبل من الفين مثل ما زكرت حضرتك السيد سرباز جوهر مدير عام مديرية المكتبات بإقليم كردستان كنت ضيف عزيز معنا شكرا أهلا بكم أهلا وسهلا أهلا بكم شكرا اشتركوا في القناة